هذا البرنامج يأتيكم برعاية مجمع الوحدة الطبية لأننا نهتم السلام عليكم حقا أن التفاوض نصف الحياة ولكن لن يكون هذا النصف فعالا ما لم يثم بالطريقة الصحيحة أما إذا كنت من هوات السفر والسياحة أمعودكم معنا اليوم لنتعرف على لقنيات السفر الأفضل وبأقل التكاليف سادة المشاهدين الكرام أهلا بكم في لقاء جديد من أنت وماد ماذا نقصد بمهارة الإقناع والتفاوض هو عملية تحقيق منافع مشتركة لأطراف التفاوض وللتفاوض أصول وقواعد إما أن تتقنها أو تتحول إلى جدال لا طائلة منه إلا الخسارة ومن هذه القواعد والأصول ما نشاهده معا هنا قبل عملية التفاوض والدخول فيها هناك عملية التخطيط قبل أن تذهب إلى التفاوض مع أي شخص لابد من الإعداد السليم الإعداد الصحيح ولابد من التخطيط لكل التوقعات التي سوف تحدث منها الطرف الآخر ولابد من إعداد أيضا البداء التي ستقدمها إلى الطرف الآخر مباشرة بعد عملية التخطيط ننتقل إلى عملية النقاش النقاش الآن التخطيط بينك وبين نفسك النقاش مع الطرف الآخر تدخل في عملية النقاش إذا نجحت عملية النقاش تنتقل إلى النقطة التي تليها هي تقديم العروض إذا لم تنجح عملية النقاش فتعود إلى عملية التخطيط من جديد تعود إلى عملية التخطيط آخذا بعين لاعتبار أهم القضايا التي أدت إلى فشل النقاش في المرة الأولى ومن ثم تعود إلى النقاش من جديد تنتهي من عملية النقاش تأتي إلى مرحلة تقديم العروض تقديم العروض لا بد أن تحقق منفع لك ومنفع للطرف الآخر لأن الفكرة في التفاوض ليس خسران الطرف الآخر ولكن الفكرة في التفاوض هي تقديم المنفعة لكل الطرفين أو كما يطلق عليه win-win situation أي أن الجميع يربح بهذه العملية بعد عملية تقديم العروض واختيار العرض عملية المساومة والمتاجرة وهو بمعنى أن ننتقل إلى عملية تقديم اختيار أفضل بديل من البدائل فإذا طرحنا أربع أو خمس بدائل أي البدائل يحقق مصلحة حقيقية لطرفين التفاوض سنقدم هذا البديل وسنتفق عليه بعد ذلك إذا تمت بنجاح نعود إلى عملية القبول والتأكيد نؤكد لا تختم عملية التفاوض ولا تخرج من عملية التفاوض حتى تضع النقاط على الحروف لأنه إذا تركت الموضوع عائم دون تثبيت فأنك ستعود إلى المرحلة الأولى للنقاش في المرة القادمة لذلك لا بد من ختم عملية التفاوض من خلال القبول قبلت بهذا العرض يحقق لي منفعة يحقق لك منفعة إذن فلنوافق عليه ونتفق عليه وبالطبع فن الإقناع والتفاوض يحتاج إلى تقنيات ومهارات دعونا نتعرف على بعض منها في اللقاء التالي الذي أجريته مع السيد مصطفى الخطيب مدير مبيعات بشركة كيو أوتو مهارات الإقناع والتفاوض هي مهارات الأساسية في الحياة سواء للعمل المبيعات أو بدون مبيعات هي أحد المهارات الأساسية التي تؤثر على جودة الحياة أنت في عملك مدير مبيعات النقطة الأساسية التي ترتكز عليها هي مهارات الإقناع والتفاوض صحيح سواء منك للزبون مباشرة أو للعمل مباشرة أو للإستفل الذي يعمل تحت إدارتك في مجال الإقناع والتفاوض ما هي أهم العناصر الأساسية التي ترتكز عليها في مهارات الإقناع والتفاوض طبعاً عملية أو المهارات تابعة التفاوض والإقناع هي عامل أساسي بالمبيع ونحن طبعاً بشغلنا كبيع نعتمد على هذا الشيء لنحقق الأرقام المطلوبة مننا طبعاً فيه استراتيجية محددة من التبعة نحن لنقدر نوصل لهذا الشيء بتبلش بأنك تكون محضر نفسك جيداً قبل ما تواجه العميل تختار الاستراتيجية التي تريد تتعامل فيها مع العميل طبعاً فيه عندك عامل الوقت عامل كتير مهم الوقت بمعنى إيش؟ الوقت المناسب يعني في عندك أنت كذا طريقة لنقول بالإقناع إذا أنت بدك تأبروتش العميل أو تيجي تتكلم أنت معه لازم تختار الوقت الصحيح لتجي تعمل هذا الشيء إذا العميل قرد موجود عندك وقاعد عما تحكي أنت بموضوع أنك عما تقنعه بشيء فبالتالي لازم يكون الوقت تختصره يعني إذن التوقيت والوقت التوقيت فيما يتعلق في مدة زمنية التي تحتاجها مع الشخص طبعاً ومتى تقوم بهذه العملية طيب ما هي أيضاً الاستراتيجيات أو ما هي النقاط القوة في عملية التفاوض؟ أحد أهم النقاط هي الاستماع طبعاً أنت منك لح تقدر تعرض منتج على عميل أو تتكلم معه بأي شيء إذا ما سمعت وعرفت طلبه لازم قبل كل شيء تسمع العميل تفهم الطلبه وشو حاشته للمنتج على أساساً تختار له المنتج المطلوب شغلة أساسية كمان تقبل الانتقاد يعني عندك عملة ممكنين تؤذوه بأي سبب ما أو ما يوافقك الرأي بمنتج من منتجاتك هذا لازم يكون انتقاد بناء لازم تأخذوه وتشتغل لأنه بالنهاية الذي يهمك أنت العميل ورأيه للعميل دائماً لما نحكي نحن 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 نوجه نظرنا شخصياً بس لازم نحن بالأصول نطلع من وجهة نظر العميل وبالتالي نستطيع أن نعطيه للمنتج الذي أريده طيب صديقي لو أن أتكلم معك الآن أنت بدأت تقنعني في سلعة أنا متكلم في مهارات التفاوض والإقناع دعنا نختار سلعة أي سلعة على أي أساس تبيعني السلعة قبل كل شيء عملية الإقناع قبل أن نصل للمنتج فيه الاسطابس البسيطة يلي هي اسمك اكتساب سقة العميل اكتساب سقة العميل طبعا أنا ما بقدر أجي لشخص ما بعرفه ما شلت الحاجز لأنه طبعا فيه حاجز بين كل الأشخاص بينهم بين بعض ما شلت الحاجز اللي بيني وبين العميل لدغري يفوتوا اشرح له عن المنتج بيبين دائما هيدا الشيء تجاري جدا والتركيز بيكون على استغلال العميل وهيدا الشيء اللي نحن ما بدنا إياه طبعا نحن أول شيء نكسب سقة العميل بمعرفة العميل بتعريفه بحالنا بالحديث عن أي شيء بيختلف عن المنتج مجرد ما صرنا بمرحلة أنه ليس فقط شخص جاي يدفع فلوس ليشتري سيارة مثلا أو منتج اللي عنا ساعتها بقدر استفسر منه عن حاجاته وأعطيه الحاجة اللي بتنسب وفتنسب عائلته نعم هذه أهم المهارات اللي ممكن تخذها للإقناع أنا أعتقد أنه مما يؤثر على جودة الحياة بشكل عام جدا هي مهارات التفاوض ومهارات الإقناع بما يضيف للإنسان بجانب عمله المهني والحرفي يعني إذا كان طبيب إذا كان مدرس إذا كان طائر طائرة بغض النظر عن المهنة ولكن مهارات التواصل المبنية على التفاوض والإقناع والاستماع والمهارات الأساسية اللي بترتكز عليها قدرتك على توصيل معلومتك أو قدرتك على النجاح في مهنتك الأساسية حبيب بدي أشكرك أهلا وسهلا في تشرفنا أهلا وسهلا دكتور الله سلام مرة أخرى نشكر السيد مصطفى على هذه النصائح العلمية والعملية من خبراته وبالتأكيد لدينا جميعا تلك الصورة الحالمة التي نقدم ونصبح لنتقدم ونصبح خبراء في فن التفاوض والإقناع من خلال تنفيذ صفقاتنا الناجعة غير المتعثرة لكن الحقيقة أن دروسنا الأهم نتعلمها من تلك الأخطاء المؤلمة والصفقات الخاسرة التي مررنا بها بحياتنا هكذا يعلن ألن مكارثي الكاتب والمدرب العالمي في كتابه تقنيات التفاوض المتقدم ولكن أيضا يعدك أن تبعت التدريب على قواعده العشرة التي وضعها من خلاصة العمل في مجال البيع والتسويق في سنوات عديدة فأن الطريقة سيكون أكثر تمهيدا لكي تكون أحد خبراء التفاوض والإقناع في حياتك ونبدأ مع القاعدة الأولى لألن مكارثي تقول القاعدة لا تتفاوض كيف لا تتفاوض ونحن ندعو إلى عملية التفاوض كيف لا تتفاوض ونحن نقول أن التفاوض هو أهم جزء من عملية النجاح لا تتفاوض عندما تكون متأكد أن السلعة التي تقدمها تناسب الخدمة التي يحتاجها العميل عندما تكون السلعة التي تقدمها أو عندما تتفاوض على شيء أنت تقدم له أنت هذا السعر وهذه الخدمات تحل مشكلة العميل وتحل المشكلة لديك وأنت مقتنع أن سعرك منافس داخل السوق وأن مجموعة الخدمات التي ستقدمها هي نفس الخدمات أو هي أكثر من الخدمات الموجودة داخل السوق أنت مقتنع في أنه لا مجال للتفاوض في تلك الحالة لا تفاوض وانتهى الكلام في موضوع التفاوض وعدم التفاوض أحيانا هو بحد ذاته تفاوض يعني عندما تتوقف عن التفاوض في هذه المرحلة هو أنت تفاوض وهذا أحد التكنيكات أو الاستراتيجيات للتفاوض التقنية الثانية أو النصيحة الثانية لا تتفاوض مع نفسك بمعنى لا تدخل التردد إلى نفسك إذا دخل التردد إلى نفسك وبدأت تتفاوض هل أطرح هذا السعر كبائع أو كمشتري حتى أم أطرح هذا السعر هل أقدم هذه الخدمة أم أقل من هذه الخدمة سيؤدي ذلك إلى ضعف الثقة بالنفس وللاهتزاز بالرؤية وهذا سينعكس مباشرة على المقابل أو على المفاوض المقابل وسيعرف أنه لديك نقطة ضعف وبالتالي إذا فوضت نفسك فإن المقابل سيعرف وسيدرك ذلك وسيؤدي ذلك إلى خسرانك في عملية التفاوض أو على الأقل إلى عدم تحقيقك الحد الأقصى مما يمكن أن تحققه في عملية التفاوض النصيحة الثالثة لا تقبل أبدا أول العروض بمعنى عندما يقدم عندما تأتي على أي صفقة يقدم لك عرض هذا العرض مهما كان يناسب لك لا تقبله لا تقبله لأنه عندما طرح العرض هذا الأول هذا العرض الأول عندما طرح طرح كي تناقش عليه طرح لأنه فيما وراءه أشياء طرح لأنه قد تكون هناك خدمات مرفقة فيه طرح لأنه هو يريد أن يعي أو يجس النبض لديك إذن مهما كان العرض انتظر انتظر وراجع العرض الذي تقدم إليك وهذا ما يطلق عليه تكنيك تفاوض ولا يتعارض مع القاعدة الثانية وإنما يكمل القاعدة الثانية رابعا لا تقدم العرض الأول أبدا لا تقدم العرض الأول طبعا إن استطعت ذلك لأنه أحيانا تدفع دفعا أن تقدم العرض الأول ولكن إن استطعت لا تكون أنت أول من يقدم العرض استمع للآخرين لأنه قد يكون العرض الذي تقدمه ما سيقدم الطرف الآخر أفضل منه فإذا قدمت أنت العرض سيؤدي ذلك لعدم قدرتك على المفاوضة عليه انتظر شوف الطرف الآخر ما الذي سيقدمه وثم قرر بناء على ذلك النقطة الخامسة استمع أكثر وتحدث أقل ليش؟ ألين مكارث يقول أنه لديك أذنين اثنتين وعينين اثنتين ولديك فم واحد فاستمع وانظر أكثر مما تتكلم بمعنى أنه كلما تكلمت كلما أخرجت أسرارك كلما تكلمت كلما كنت أقرب لكسر القواعد اللي ذكرناها كلما تكلمت كلما قدمت بشكل أو بآخر من حيث تدري أو لا تدري مجموعة من التنازلات لذلك كن حريص على السمع ولكن ليس فقط السمع السمع والإنصاط والتحليل والتفاعل فيما يقال أمامك خذ وحلل ومن ثم ابني على ما تقدم به الطرف الآخر وفاوض وارجع له بالتغذية العكسية أو بالتفاعل المباشر وقبل استكمال القواعد العشرة دعونا نتابع تلك اللقاءات التي سجلناها مع كاميرا الجزيرة مباشر ونصائح جديدة حول فن الإقناع والتفاوض ثم نعود أنت لما بدك تيجي تقنع اللزبون أو الشخص بشي معين فأول شيء أنت لازم تكون مقتنع فيه ما تنسأل عن سؤال أنت ما فيك تجاوب عليه ثانياً دايماً اللزبون بيأخذ أول انطباع عن الشخص اللي ببيع هذا الشيء فيا إما أنت بتعطيه انطباع أنه عنده حب فضول يعرف إيش بدك تقدم له كخدمة أو منتج أو يعني بغض النظر شو الإشي اللي أنت بدك تبيعه ثانياً أنه يعني نحاول دايماً نبعد عن النقد يعني لما بنا نشرح عن المنتج نشرح كقيمة مش كشي مادي أنه أنت بتشرح عن شي معنوي أكتر بأنك تفيد هذا الشخص بالمنتج اللي أنت بدك تقدمه فيه كمان أسس كتير إحنا نرتكز عليها زي الـ Contact Eyes أنه أنت لازم تطلع بالشخص اللي أنت بدك تبيعه هذا المنتج الطريقة اللبقة في الكلام المصطلحات اللي أنت بتختارها أهم العوامل هي البيع الكيمة وليس المنتج مثلاً إذا أنت زبون بتجي لعندي مثلاً بدك سيارة سبورت أول شي أنا بعد معك ويعني بعمل مثل الـ Qualification لازم أعرف شو إحتياجاتك بالسيارة شو أكتر شي بهمك بالسيارة كأنه إذا بهمك الشكل أو بهمك المواصفات أو أنت شو يعني بالضبط بدك السيارة هل هي بس لحي تلي تستمتع فيها أو سيارة عائلية فهي أهم شي إنه أنا أقعد مع الزبون وأعرف شو بهمه في السيارة نحكي الأصغر العمر هي فئة الشباب لأنه بكون عندهم طاقة أكتر إنهم يعني يروحوا ويشرحوا ويتابعوا ويكون عندهم إشي من سميه يعني أنه follow up أنت تضلك مع الكلاينت أو مع اللزبون أنك ما تتركه بس مش بنفس الوقت أن أنت كتير تزن عليه لدرجة أنه هو يعني يزهق أو يحكي خلص أنا ما بدي بس من شان الله أو يسكر تليفانه أو يعني يوصل يعني إذا أنت وصلت الكلاينت لدرجة أنه يعمل لك بلوك أو يسكر تليفانه فأنت يعني في أسوأ حالاتك نصائح مهمة وقيمة فعلاً افهم جيداً ما يريده العميل حافظ على تواصل العينين معه احرص على المتابعة بشرط أن لا تشعره بالضجر أو الملل ونعود لقواعدنا العشرة مع ألن مكارثي وهو يحذر فيقول لا للهدايا والمنح المجانية طب إلا للهدايا والمنح المجانية شيء جيد في التفاوض لماذا لا للهدايا والمنح المجانية لأن ما تقدم الآن سيفرض عليك لاحقاً بمعنى إذا كنا نبيع سلعة معينة بألف دولار وقدمتك أنا دون أن تطلب مني عشرة بالمية خصم تسعمية دولار العشرة بالمية خصم في المرة القادمة عندما تأتي أو يأتي صديقك ليشتري مني هو ما يخذ بعين الاعتبار أنه أصلاً في عشرة بالمية وبالتالي نقطة التفاوض لن تكون على الألف نقطة التفاوض ستبدأ من التسعمية لذلك لا تقدم الهدايا المجانية وإذا كنت تستطيع أن تقدم الهدايا المجانية فقدمها بمقابل قد لا تحصل بالمقابل على سعر أفضل ولكن على خدمة مضافة أو على شيء مضاف إذن لا للهدايا المجانية دون مقابل النقطة التي تليها لا تقبل تشريح السلعة أو الخدمة أي لا تقسم السلعة أو الخدمة بمعنى أنا أبيعك سلعة على سبيل المثال تركيب سجاد الواحد لبيته اشترى سجاد فالمتر بهذا بمئة دولار العميل إذا سأل طب النقل كم التركيب كم المادة التي تستخدمها بتركيب طب إذا النقل بمئة دولار والتركيب بخمسين دولار وكذا فهو يبدأ النقاش من سبعين دولار للمتر إذن أنت لا تقسم السلعة أنا أعطيك سلعة أو خدمة سواء خدمة خدمة تعليم خدمة طبابة خدمة بنكية أو سلعة سيارة أو سياحة أو سفر أي كانت السلعة المقدمة إذا كانت تحتوي على مجموعة من الأصناف فأنت تبيعها وحدة واحدة إذا تورطت في فكرة التقسيم ستفقد القدرة على التفاوض إذن من أهم مهارات التفاوض لا تقسم خدماتك ولا سلعك إلى أجزاء وإنما بيعها وحدة واحدة النقطة الثامنة تجنب ندم المبتدئين فكرة المبتدئين أنه بعد أن أتم الصفقة يعود يندم ممكن أني أنا لو عملت كذا كنت حصلت على كذا لو أني أنا قمت بالمفاوضة أنت خلص اشتريت يعني انتهى الموضوع لا داعي للعودة عليها يمكن أن تقيم التجربة كتجربة لنستفيد منها للمستقبل ولكن فكرة الندم ستؤدي إلى فقدان الخبرة فكرة الندم ستؤدي إلى عدم قدرتك على التفاوض في المستقبل وفكرة الندم أيضا ستجعلك مهزوز الشخصية ناقص الثقة بالنفس في المستقبل عندما تفاوض وهذا ما ذكرناه في النقاط السابقة إذن خلص تمت الصفقة انتهى الموضوع كما تمت عليه نأخذ حسناتها نأخذ إيجابياتها وندرسها وتكون لنا نقطة انطلاق في الموضوع التفاوض القادم النقطة التاسعة لا تجري أبدا إلى صفقة سريعة لا تجري أبدا إلى صفقة سريعة بمعنى لا تجري صفقة سريعة أنه كنا في التفاوض على موضوع بيع عقار على سبيل المثال والآن هذا العقد وهذا السعر مناسب ووقع العقار ووقع بيع العقار أو شراء العقار خلال العشر دقائق لا تجري هذه الصفقة لأنه كلما أسرعوا في إجراء الصفقة هناك شيء غير واضح في العقد مهما بدأ لك الموضوع أنه صفقة وأتم الصفقة الآن لا توقف خذ العقد أوكي أنت أخذت العرض من الجماعة من الشخص الذي يقدم لك العرض السريع ماشي إحنا واخذنا العرض نأخذ العرض وندرسه ونراجع بنود العقد ونراجع لأنه كلما أسرع الشخص المقابل أنه يريد إتمام الصفقة هذا دائما ما يدفع إلى الشك وحتى نقطع الشك باليقين لا بدنا من دراسة أصل وأساس هذا العرض السريع عاشراً لا تكشف أبداً حدك الأدنى مهما كانت الأمور بدك تريد أن تبيع شيء لا تبدأ من الحد الأدنى ولا تكشف الحد الأدنى أنه أنا آخري في هذا المنزل على سبيل المثال الرقم الفلاني أو آخر الرقم ممكن أوصله في السيارة الفلانية هو الرقم الفلاني أبداً لا تكشف حدك الأدنى حتى بعد إتمام الصفقة لأنه حتى بعد إتمام الصفقة لو قدمت للشخص أنه كان حدي الأدنى كذا فسيحس هو بأنه أنت لم تقدم له الخدمة الصحيحة أو السعر الصحيح وسيبدأ مفاوضتك من جديد في المرات القادمة لذلك أبقي هذا سرا لديك خلص أنت أتممت الصفقة هذا ينهي الموضوع والآن بعد هذه النصائح العشر نشاهد سويا هذا الملخص للقواعد العشرة في تقنيات التفاوض والإقناع اشتركوا في القناة ونختم حديثنا عن التفاوض والإقناع بوسيطة الرسول صلى الله عليه وسلم بتحر الصدق والأمانة في كل عمليات البيع والشراء وكذلك التحلي بالسماحة ورحم اللهم رئن سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى والآن مع فاصلا قصير ثم نعود لاستكمال أنت ومالك فابقوا معنا من جديد أهلا بكم في أنت ومالك يقال أن في السفر سبع فوائد ولكن الحقيقة هي فوائد كثيرة وتتعدد وتختلف من شخص لآخر ومن وجهة إلى غيرها ولكن كيف نخطط لميزانية السفر السنوية وما الأدوات التي يمكن من خلالها أن نستمع أو أن نستمسع بالإجازات والسفر بأقل التكاليف وما سنناقشه اليوم وهذا ما سنناقشه اليوم مع ضيفنا الكريم في الستوديو السيد سامر الجرجاوي مدير مكتب سفريات بالدوحة سيد سامر أهلا ومرحبا بك مرحب أهلا وسهلا يا أنت ومالك يا مرحب أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك سيدي الكريم ما هي أهم المواسم التي ينصح فيها بالسفر طبعا سنتكلم عن الكثير فيما يتعلق بالسفر لكن دعنا نبدأ ما هي أهم المواسم وأفضل المواسم للسفر أفضل المواسم تكون غالبا طول السنة مع فترة الصيف إذن هي ثلاث مواسم مع ذا الصيف إذا كانت سنة أربع مواسم صحيح لأن المواسم الثلاثة تكون نوعا ما أخف وأقل لما تكون غير فترة الصيف تكون الأسعار مرتفعة جدا الفنادق مرتفعة جدا الأماكن السياحية تكون نفس الشيء مرتفعة جدا مقتضى هي فترة الصيف لأن الناس عندها إجهزات بالصيف صحيح بس كأفضل إذا أنت بتدور على أسعار وإذا أنت بتدور على تنبسط أكثر وكما عندك زحمة وما في ضغط في المكان وأسعار أقل كفنادق كتذاكر ألعاب كتذاكر سفر فدائما الفصول الثلاثة دائما تكون أرخص من فصل الصيف يعني إذا أنا أبدأ سافر أنا وأسرتي على سبيل المثال الآن أنا أول شيء بنبدأ نفكر فيه سنحجز من خلالك لكن أول شيء بنبدأ نفكر فيه الوجهة صحيح صحيح ما هي أهم الوجهات على حسب الأسعار يعني تختلف أنا باعتقادي أو أنا أعي أنه تختلف الوجهات على حسب أسعار صحيح إذن الميزانية التي تعد لذلك تختلف باختلاف الوجهات صحيح دول الأوروبية دائما جوها جدا معتدل ودرجة حرارة معقولة في الصيف ولكن الأسعار ستكون نوعا ما مبالغ فيها كأسعار تذاكر كأسعار فنادق كأسعار خدمات سياحية كأسعار أول شيء تعجز التذاكر صحيح صحيح ما هي أفضل أوقات لحجز التذاكر إذا كنت ستسافر في الصيف يعني يفضل كل ما حجزت من بدري كل ما أخذت السعر أفضل كلمة من بدري يعني كم الفجوة الزمنية ما بين لحظة الحجز وما بين تاريخ السفر يعني 3-4 أشهر ثلاث شهور صحيح طيب ما هي النسبة التي تفرق في السعر ما بين ثلاث أشهر إلى لحظة السفر يعني تفرق 40% تقريبا 40% بالسعر ما بين ثلاث شهور صحيح أنا أتكلم ك40% من مجمل التذاكر مع الفنادق مع الرحلات العطلات الكاملة السياحية بتطلع بالمجمع يعني إذا أخذت أنا كمثال أنا الآن قررت معناته لازم أسافر بعد ثلاثة أشهر صحيح طيب إذن يعني من اليوم نبدأ ونسافر بعد ثلاثة أشهر يعني هذا فيما يتعلق في التذاكر فيه الفجوة السعرية 40% صحيح ما هي النصائح التي تنصح بها بعد حاجز التذاكر فيما يتعلق ما بين الفرق بالحجوزات عبر الإنترنت وما بين الحجوزات عبر المكاتب ما هي النسبة المئوية في الأسعار ما بين المكاتب وما بين الحجز عبر شبكة الإنترنت عادة مكاتب السفريات بتكون مضمونة ومكاتب السفريات بتكون معتمدة من قبل شركات الطيران ومعتمدة من الدولة فإنت لما بتحجز عن طريق مكتب سفريات أنت يعني عادة بتأخذ أسعار أفضل أسعار موثوقة إلك مرجعية أنك ترجع لمكتب السفريات ولكن إذا أنت حجزت عن طريق الإنترنت صار أي حاجة أي شيء صار معك بالمطار بالأوتيل أنت ما عندك ليس لديك ملجعية ما هي الفجوة السعرية كنسبة مئوية يعني تقريبا أنا الإنترنت لأنه تتروح أسعاره فإحنا دائما نأخذ السعر أنه إحنا أسعار تقريبا مكاتب السفريات أرخص من الإنترنت بحدود العاشر إلى خمسة عشر في المئة ولكن بالنسبة للإنترنت أنا ما بنصح أي يعني في مواقع غير معتمدة وأعلنت شركات الطيران أنه ما تحجزه لا عن طريق الإنترنت إن كان على تذاكر السفر ولا أن كان على الفنادق لسبب لأنه مثلا قيمة التذكرة خمس تلاف ريال فعن شركة الطيران تلاقيها في الإنترنت ثلاث تلاف ريال وهذا لا يجوز هذا مخالف للمنطق مخالف للمنطق إذن لو أخذنا الرحلة كوحدة واحدة كبكج كما يقال النسبة الماوية تتراوح مثلا لأني أنا ذألت عن النسبة الماوية وأريد أن أعرف كم ما بين شركة السفريات وما بين الحجز عبر الإنترنت هل تتجاوز العشرة بالمئة الفجوة السعرية إذا أخذت أنت كبكج أو كجروبات تطلع عليك أرخص أربعين في المئة نعم أربعين بالمئة أربعين في المئة أرخص إذن لدينا ثلاث شهور أربعين بالمئة فرق صحيح لدينا ما بين الإنترنت والمكتب السفريات أربعين بالمئة طب دعنا نتكلم عن يعني كخبير في السفر والسياحة عندما تذهب إلى بلدة أو إلى مدينة جديدة يعني حدثت معي أنه لو رحت على دولة لا تعرف فيها أحد مسافر ولم تحجز من خلال مكتب السفريات تبقى مثلا ثلاث أربع تيام أسبوع في إطار الفندق اللي أنت موجود فيه يعني ما ترى من تلك الدولة هو المئة متر حوالي الفندق اللي أنت نزلت فيه ما الذي تقدم شركات السياحة والسفر ويكون مضمون عندما وأيضا دعنا نقول مضمون وبقيمة مالية تحقق قيمة مضافة نحن عادة نسأل الشخص أو حضرتك لأين مسافر إذا هو مش عارف وين مسافر نحن نحاول أن نزله بفندق يكون كل الوسائل اللي هو يحتاجها كسياحية كثقافية كتراثية كمتاحف كأسواق كألعاب فنحن نحاول أن نوفر له بحيث إذا حابب مثلا يطلع يبعد شوي نحاول أن نوفر له مواصلات نعم هذا يقودني إلى الفكرة الأخرى التي هي في فكرة السفر ضمن مجموعات صحيح ضمن جروبات هل السفر ضمن المجموعات ويكون لديهم يعني إذا ذهبوا إلى بلد معين الانتقال من مكان سياحي إلى مكان آخر مكان طبيعي مكان ترفيهي مكان إلى آخره هل هذا السفر قيمته المالية أقل من السفر بشكل مفرد صحيح كثير طيب احكي لنا عنه يعني لما أنت تجي عفوا أن تسافر كجروب من 10 أشخاص فما فوق في كل شيء سعر رح يفرق معك في أسعار التذاكر بالمواصلات بالفندق بالجروبات السياحية رح يفرق معك كامل فبالمجمع ممكن أن يفرق معك ما بين 30 إلى 40% إذا أنت مسافر إذا أنت وزوجتك مثلا أو إذا أنت مسافر مع 11 أو 12 أو 13 شهر طب هاي المجموعات يجب أني أنا أجيب المجموعات هذه أم تشكلها هذه مكتب السفر والسياحة هو اللي بشكل لك إياها نعم هو اللي بشكل لك إياها بحيث أن أنت تسافر يعني يكون فيه عاملين بروغرام معين باليوم الفلاني إلى اليوم الفلاني إحنا نرتب لك البرغرام هذا البرغرام مثلا فيه 30 40 50 شخص أو 20 شخص حسب الأشخاص ولكن بيكون البرغرام منصق جاهز وعارف وين بدك تروح بالضبط من أول ما تسافر ومخطط حتى تستفيد من الوقت لأن الوقت بحد ذاته هو تكلفه صحيح طب السفر عبر شركات الطيران في المجموعات هل يكون عبر التجاري أم رحلات الطبيعية عادة الشركات الطيران لا تأخذ الجروبات التجارية بجروبات تأخذها كتذاكر ولكن كفنادق وكتورز لا تأخذ للشركة الطيران لا تكتب السفر والسياحة أي المسؤول عن الأمور أقصد الرحلة بحد ذاتها تكون على الطيران التجاري أو على الطيران لا لا نحن ممكن نعملها على طيران تجاري وممكن نعملها على طيران charter flight طيران خاص حسب ما أو بس عادة نحن نعملها على طيران تجاري إلا إذا كان جروب طالع من نفس البلد جروب كبير نطلب نحن مثلا طيران خاص أو charter flight طيب أسألك عن أهم أو معظم المشاكل كونك مدير شركة سفريات ما هي أهم المشاكل التي يتعرض لها المسافرين عموما من فقد الحقائب إلى فقد المقتنيات أو المطارات أو الفيز أو إلى آخره ما هي أهم المشاكل التي يجب على الإنسان أن يأخذها بعين الاعتبار قبل أن يسافر والله إحنا أول حاجة نضمن أن يقول له تكون الجواز صالح لمدة أقل شيء ستة شهور وتكون الإقامة صالحة لمدة ستة شهور لأنه هذه فعلا تعانى فيها لأنه في ناس بتحجز تذاكر وتروح على المطار وتطلع على المطار وتطلع على الطيرة لسبب أنه عنده نقص في الإقامة أو في الجواز ولا تستوفي الشروط البلد اللي هو رايحة فهذا أهم شيء إذن ليس الفكرة أنه معاك الفلوس تحجز تذكر هناك استعدادات مسبقة تحضير الفياز الجواز السفر الوثائق هل من نصيحة نهائية تريد أن توجهها إلى المسافرين في هذا الفصل أو بعد ثلاث شهور يعني النصيحة أنه أهم شيء يكون الشخص يكون مسافر ويكون يحافظ على مقتنياته لأنه في بعض الدول بتصير فيه استرخات فأنا بضمن أنه أو يفضل أنه الشخص يكون حاطة جوازات وأراضه يكون في السيف تي بوكس تبع الفندق أو يكون في مكان آمن بحيث أنه لأنه إذا ضع الجواز خربت الرحلة خربت السفرة سيد الكريم الأستاذ جرجاوي أنا أريد أن أشكرك على حضورك معنا شكرا جزيلا سيد المشاهدين شكرا على تواجدكم معنا وبهذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم من أنت ومالك على أمل أن نلتقيكم دائما بنفس التوقيت هذه تحية وإلى اللفاق هذا البرنامج يأتيكم برعاية مجمع الوحدة الطبية لأننا نهتم